السلام عليكم اهلا بكم متابعين قناة الموسوعة كلمة اوروبا بترجع لاسم ايروبا ابنة مدينة سور في لبنان وبتقول الاساطير الاغراقية ان التسمية بترجع لكلمة ارب الفينيقية اللي معناها غروب الشمس الاميرة الفينيقية ودي اللي حبها زيس وبقت اشهر عشقاته وسمى مملكته اللي هي القارة الاوروبية باسمها والقارة الاوروبية بتعتبر مركز هام للثقافة والاقتصاد حاليا ولما نيجي نتكلم عن اوروبا النهاردة وهي طبعا من ارقى الاماكن في العالم لكن اوروبا دلوقتي ملهاش اي علاقة باوروبا اللي كانت في العصور الوسطى او حتى اللي كانت في القرن التسعة عشر والاوروبا اللي بنشوفه دلوقتي الانيق والنضيف ملوش اي علاقة برضو بالاوروبا اللي كان عايش قبل كده في اوروبا لكن احنا اللي نسينا تاريخنا العريق وان العرب هم اللي علموا العالم العلم والرقي واللي ممكن ما تعرفوش ان العرب هم اللي علموا اوروبا النظافة والاهتمام بالنفس اهنا شايفين اوروبا دلوقتي بتقدمها ونظفتها ومعظم الناس نفسها انها تزورها لكن ايه اللي تعرفوا عن اوروبا القديمة معكم عمر السيد والنهاردة هنتكلم عن عصر اوروبا القذرة والمظلمة وقبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حلقاتنا كانوا الاوروبيين في نهاية القرن التسعة تاشر بيغتسلوا بس لما بيمرضوا او لما يكونوا على وشك الزواج ورغم ان الامر ده بيصعد تصديقه النهاردة الى انه كان حقيقة مرة خلال الفترة اللي فاتت في القرن التسعة تاشر واللي قبله وكانت الفكرة الشائعة في القرن التمنتاشر كانت هي ان الانسان بيستحم مرة واحدة في حياته وكانت الاحصانة اللي بيركبوها الناس فكانت بتترش بالمساحي وما كانتش بتختسل بالمية والصابون وكان فيه كتير من الناس مع بداية القرن العشرين ولما بدأت العادات الاوروبية في النظافة تتغير للافضل ما كانوش بيصدقوا ان الاوروبيين كانوا على قدر كبير اوي كده من القزارة اللي كانت لدرجة مقززة وده باستثناء فترة معينة من التاريخ الروماني وباستثناء طبعا العادات الشرقية في الاستحمام ولما انتشرت الحمامات والعطور بشكل كبير في الشرق والبلاد الاسلامية فضل الانسان الاوروبي بيعاني من خوف مرضي من الماء شوارع اوروبا اللي بنشوفها النهاردة في غاية الجمال والنظافة والنظام كانت اشبه واقزر بكتير من مجال الصرف السحي كانت شوارع اوروبا مليانة بفضلات الانسان عشان ما كانش عندهم مراحيد وكانت المراحيد محرمة وبيعتبروها خطيئة فكانوا الناس بيعملوا كده في الشوارع بدون اي حرج واللي اسوأ من كده لما كان الجزارين بيقوموا بدبح الحيوانات في الشوارع وبيختلط الدماء بفضلات الانسان وطبعا الموضوع ده تسبب في انتشار الامراض والاوبئة وده خل اوروبا مصدر للامراض اللي انتشرت في العالم في الوقت ده وفضل الناس بيعانوا منها لسنوات كتيرة زي الطعون وغيرها من الامراض الخطيرة والمعادية كان فيه استثناءات اوروبية قليلة في روما وفي الاندلس كانت روما او كورتبة واشبيلية في ايامها العربية انضف بكتير من باريس ولندن كانت المنازل الاوروبية في العصور الوسطى اغلبها بلا غرف استحمام ولا مرحيد وكانوا السكان بينزلوا في ركن باقيت من الشارع وبيقضوا حاجتهم من دون اي احراج وفي قصة حصلت للفيلسوف والشاعر الالماني جوتا لما كان في زيارة لايطاليا راح لعمل الفندق عشان يسأله فين يقضحكته فدلوا العامل على مكان مفتوح وسط الفندق كانت النظافة مقتصرة بس على الشوارع الكبرى او الاماكن اللي بتمر منها المواكب الرسمية وكانت افضل وسيلة للتنظيف في الفترة دية انهم كانوا بيسيبوا الخنازير تقطحم الشوارع والاسواق عشان تاكل الفضلات البشرية وبقايا الاكل والخضار لكن الخنازير كانت بتاكل الفضلات وبتسيب فضلاتها في الشارع وكان الناس بينتظر الامطار عشان تتكفل بجر اللي ببقى من كل ده نحو الوديان والخنادق وفي اسبانيا بعد سقوط الاندلس وترضي المسلمين او قتلهم تحولت مدن البلاد اللي كانت مثلا في النظافة والجمال الى كارنافلات للزبالة وفي اسبانيا بين سنة 1561 و 1761 كانت مدينة مدريد مثلا بتمتلق بالزبالة وبيرمي فيها الناس المية المستعملة من النوافذ وان ارتفاع عدد السكان في المدينة خلاها من شبه المستحيل التخلص من الزبالة وده اللي دفع المسئولين الى محاولة تنظيف الشوارع الرئاسية بس كان نساء في اوروبا القديمة وعلى وجه الاخص الجواري بيستخدموا العطور بقصرة وبيرتدوا افخم الملابس من اجل محاولة اخفاء ريحتهم الكريهة ووصف مبعوث روسيا القيصرية ملك فرنسا لويس الرابع بان ريحته اقزر من رائحة الحيوان البري والجواري عند الملك كانوا بيقوموا بنائع نفسهم في حود من القطر عشان ما يضطروش لاستخدام الماء وكان اقصرهم نظافة هو اللي بيقوم بالاستحمام مرتين في عمره ازاي مع عصر النهضة الاوروبية مقدرش الكتير من العلماء تفسير اسباب امراض زي السيفلس او الطعون او الكوليرا لا وكمان العلماء فضلوا بيعتقدوا ان الاغتسال بالماء الساخن بيضع في الجسد وبيعرضوا للامراض وانتشرت نصيحة علمية في الفترة دي بتقول ان التنظيف يفضل انه يقوم بالوسائل الجفة ومن غير استخدام الماء وحسب دراسة عملها الكاتب الفرنسي جورج فيرجل ان التقاليد القذرة وقراهية الماء وصلت للطبقات الاوروبية الراقية وفي فترة الملك الفرنسي ويسل 14 كانت النساء الاكتر محافظة على اجسادهم كانوا بيختسلوا مرتين في السنة وان الملك نفسه كان بيختسل بس بناء على وصفة طبية كانوا افراد الطبقة الراقية بيختسلوا بوسطة الملابس يعني انهم كانوا بيغيروا ملابسهم الداخلية باستمرار يعني مرة في الشهر لانها كانت بتنتص العرق وكانوا بيفضلوا الهدوم البيضة وبيحكي الكاتب الفرنسي بوليس كارون اللي عاش في القرن السبعتاشر في مصرحية رومان كوميك بان الخادم كان بييجي لسيده بمية نقية ومعطرة وكان بيكتفي بغرغارة المية المعطرة في فمه وبينتهي الامر على كده من اشهر مواقف الملوك في الفترة دي تلقيسر الروسي بيطر واللي كان بيتبول على جدران القصر امام الناس بدون اي خجل والملكة ايزابيلا الاولى الملكة الطاغية اللي ما استحمتش في حياتها الا مرتين بس والملكة الازباني فليبي التاني اللي ما منعش الاستحمام على نفسه بس لأ ده منعه بشكل نهائي في بلده والملكة ايزابيلا التانية ابنة الملك فليبي التاني اللي اقصمت انها مش هتغير ملابسها الداخلية الا لما تنتهي من حصار واحدة من المدن والغريب ان الحصار استمر لثلاث سنوات وفضلت محافظة على قصمها وما غيرتش ملابسها لحد اما ماتت بسبب الموضوع ده اشتهرت باريس بالعطور الفرنسية واللي كان سبب اساسي في اختراحها عشان تودي الريحة الموجودة في اجسام الناس واللي كانت القزارة الموجودة هي سبب اساسي في تفشي الامراض واللي حصلت نص الاوربيين او تلتهم بين فترات مختلفة وكانت اكبر المدن الاوروبية زي باريس ولندن مثلا بيصل اعداد سكانها لثلاثين او اربعين الف بحد اقصى لكن كانت المدن العربية بتتعدى حاجز المليون وكانوا الهنود الحمر بيحط الورد في انفهم لما قابلوا الغزاه الاوربيين وده بسبب ريحتهم اللي كانت لا تطاق بيقول المؤرخ الفرنسي ديريبار ان الاوربيين مديونين للعرب بالحصول على اسباب الرفاهية في حياتهم العامة وان المسلمين علموهم ازاي حفظوا على نظافة جسمهم وكانوا المسلمين عكس الاوروبيين اللي ما كانوش بيغيروا ملابسهم الا بعد ما بتتسخوا بتفوح منها روائح كريهة وقال كمان بدأنا نقلدهم في خلع ملابسنا وغسلها وكان المسلمين بيلبسوا الملابس النظيفة ازاي هي وكمان كان بعضهم بيزينها وفي القرن 19 بدأت عدد من مدن اوروبا استعمال وسائل خاصة من اجل عزل المياه المستعملة عن مياه الشرب وفي انجلترا بدأت المراحيل تنتشر بشكل كبير وعليها عبارة WC وبدأ الاوروبيين ينظموا معارض مؤتمرات حول اخر وسائل النظافة وان من الممكن الوقاية ضد عدد كبير من الامراض بوسائل بسيطة زي غسل الايد قبل الاكل او بعد الخروج من المرحاض وبعد كده اصبح الصابون صديق الاوروبيين بعد ما كان واحد من اعداء الجسد وفي سنة 1869 اكتشف العالم الاوسكتلندي جوزيف ليستر وسائل التعقيم ودورها في الحد من الموت بعد العمليات الجراحية وده اللي دفع الاطباء طبعا للاقتناع في النهاية بان المياه ما بتضرش ابدا بالصحة لكن رغم كل ده فضل بعض الخوف من المياه في اوروبا حتى بداية القرن العشرين وخصوصا بين افراد الطبقات الشعبية وفي القرى والمناطق المعزولة لكن مع مرور الايام والسنوات تحولت اوروبا من قرية قازرة بيرمي فيها الناس جسد موتها ومفضلاتهم من النوافذ الى قرى مشتعلة بالنظافة القرون المظلمة بتشير لفترات في التاريخ الاوروبي انتشر فيها الجهل والخرافات وده فترة تميزة بانتشار الجهل الفكري وانتهاء الحياة المدنية والتعصب والهوس الديني والحروب والصراعات عصور الظلام في اوروبا هي الجزء الاول من العصور الوسطى اللي امتدت من سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية والحد سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على ايد الاطراق ولان الفترة دي طويلة من الزمن مش سهل معرفة امتى بالزبط ابتدت وانتهت والمؤرخ ادوارد جيبون سمى الفترة دي الف سنة من الهمجية والدين في فترة عصور الظلام انحضر مستوى التفكير في اوروبا واخد الامام بالغيبيات مكان التفكير العلمي والمنطق السليم وبقت الثقافة وقف على رجال الدين بس وبقى هم اللي يحددوا ازاي الناس تفكروا وتعيشوا في ايه يفكروا وعشان ايه يعيشوا حتى باي لغة يكتبوا واللي كان بيخرج عن الخط اللي رسموه رجال الدين واتباحهم كان بيتهموهم بالكفر وبيسوعوا سمعتهم وبيعملوهم محاكمات وبيعذبوهم انحضرت الثقافة في الفترة دي وانتشر التخلف وبقت الناس بدل ما اتفكر في تحسين معيشتهم وفاهم الدنيا اللي عايشين فيها بيفكروا في مواضيع عقيمة وغيبيات عباسية زي قيمة ارقام معينة واثارها على الناس وعدد الملايكة ومكان الروح في الجسد وحاجات عباسية كتير زي كده بتعبر عن انحضار فكري وركود زهني وبدل ما الناس بتفكر في العلم والمعرفة بقى بتفكر في السحر وطرد العفارية العديو والاول للانسان اللي ملوش شغلانا اللي وزه على فعل الشر وقزيته هو واللي حواليه وانتشر اتهام الناس والنساء بالذات بالسحر وكانت اللي يثبت عليها انها سحرة بيتقبد عليها وتتحرك ورجال الدين طبعا تفانوا في تجارب التعرف على السحرات وطبعا الضحايا كان منهم كتير مجرد ناس قالوا حاجة مش على هوا رجال الدين وأباحهم أو فكروا في حاجة تخدم المجتمع فكان لازم يتحكموا ويتبهدلوا ويتزلوا ويتقتلوا عشان الوضع يفضل زي ما هو ويبقوا عبر الغيلهم من الناس أقول الناس وبعدهم عن التفكير الحر المنطقي ما كانش كله بيتم عن طريق الحجر المباشر على الأفكار عن طريق رجال الدين لكن كان في العادة عملية القائية نابعة من الإنسان نفسه وده لأن الفترة دي في أوروبا كانت أقول الناس نفسها نحطت وبقى الجمود الفكر ده مزاجهم السقافي العام وإنسان عصور الظلام الأوروبي أحاد التفكير ومتعصب دينيا معتدي على اللي يخلفه في الرأي وبيحتقر النساء وبيقره تطوره لعلمه وبيفسر ظواهر الحياة تفسير خرافي ودي كانت عصر أوروبا القذرة والمظلمة لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واسبونا في التعليقات الموضوعات اللي تحبوا نتكلم عليها لو أنت لسه معايا وامتابع الفيديو لحد دلوقتي تبقى أنت واحد من أهم المتابعين في القناة فما تبخلش علينا باللايك وشير ونشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر شكرا